السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزة طلبة وطلبات وأولياء أمور الصفة الثالثة الإعدادي إن شاء الله متابعين ومكاملين مع بعض المنهج من خلال كتب الدراسية المختلفة كتاب جيم كتاب بايبت كتاب المعاصر الفيديوهات موجودة على القناة بإذن الله ناخد مع بعض الوقت تدريبات على الدرسين الثلاثة والرابع من الواحدة السبعة كتاب المعاصر يقول هنا exercise summary on language على اللغويات وأول سؤال بيقول complete أكمل بالشكل الصحيح أو الكلمات بين الأقواص عندنا هنا السؤال الرقم 1 بيقول لي my little brother little يعني الصغير أخويا لو صغير صغير في السن نقط to hospital yesterday يعني أخيزه إلى hospital إلى المستشفى yesterday بالأمس جملتي مبنية للمجهول يبقى هنا عندي الجملة بتاعتي مبنية للمجهول في زمن في الزمن الماضي أو في الماضي يبقى هنختار هنا مع my little brother أخويا الصغير هو مفرد ولا جمع طبعا مفرد هياخد وز ولا وير هياخد وز والتصريف التالت من take وهو ايه وهو taken يبقى was taken يعني أخيزه وز لأن الفاعل عندي أو هنا المفعول اللي هو بديقلي بيه بديقلي بالمفعول يبقى وز لأنه هو مفرد وبعد كده التصريف التالت من take وهو ايه وهو taken was taken رقم اتنين when was your younger brother نقط بور عايزي قول هنا متى ولد أخوك اللي هو الأصغر منك ولد عايزين هنا التصريف التالت من بور وهو ايه born بمعنى ولد متى ولد رقم تلاتة the news الأخبار نقطة watched by عمر yesterday عايزي قولي هنا الأخبار شوهدت بواسطة عمر yesterday بالأمس جملة مبنية للمجهول في زمن الماضي لوجود كلمة yesterday وجاب لي هنا أدي الفاعل عمر وجاب لي قبلها by يبقى أول حاجة هنا أشوف ايه بديقلي بيه ذا نيوز الأخبار مفرد ولا جامع طبعا الأخبار بتتعامل معاملة المفرد طيب هتاخد وز ولا على أني عندي هنا في الماضي طبعا هتاخد ايه هتاخد ووصلا هي بتتعامل معاملة المفرد هو أصلا كده جايب لي التصريف التالت من واتش وهو رقم أربع القائمة للعجائب السبع الجديدة القائمة للعجائب السبع الجديدة يبقى عندي هنا أنا بتكلم عن مفرد ولا جامع ما أقولش العجائب جامع لأ هو بيكلمني هنا على ألس اللي هي قائمة العجائب هنا الفائل اللي هو بديء اللي بيه المفعول أو نائب الفائل هنا عندي مفرد طالما عندي هنا مفرد نكمل بيقوله هنا نقط ميد يعني تم عملها يعني في سنة سنة 2007 طالما جايب لي ن والسنة ماضية يبقى جملة مبنية للمجهول في الماضي طيب القائمة هتاخد وز ولا إحنا قلنا مفرد هتاخد معها هتاخد وز وبعد كده التصريف التالت هو جابه يعني إنشاء تم إنشاءها في سنة 2007 بعد كده هنا الصور رقم 5 نقط بيقوله هذه هذه الصور بوسط بناتها يبقى هذه الصور عشان هي جمع جاب لي تم تلوينها وتم دهانها بوسط بناتها يبقى أنا عايزة التصريف التالت من وهو من الأفعال المنتظمة بينتهي بالإيو دي هيبقى يبقى هذه الصور يعني تم دهانها أو دهانت يعني أو تم تلوينها بوسط بناتها بعد كده بيقوله هنا الصور رقم 6 ذات ليك تلك البحيرة نقط عايزة يقوله هنا منذ مئات السنين تكوانت أو تشكلت يعني تم تشكلها وتكوينها منذ مئات السنين باي أفول كان بوسط البركان البركان هو اللي أنشأ هذه البحيرة طيب البحيرة مفرد ولا جامع البحيرة مفرد طالما قال لي هنا يبقى جمليتي مبنية للمجهول وفي الماضي تمام حد كده تمام يبقى أنا عندي هنا البحيرة مفرد هتاخد في الماضي وز ولا وير هتاخد في الماضي ايه هتاخد وز وبعد كده يشكل أو يكون هنجيب التصريف التالت منها يبقى وز ايه وز فورمد يعني تشكلت او ايه او تكونت ووز فورمد عندي بعد كده سؤال رقم سبعة ويظن نحن لا نعرف كيف ان الاحجار اللي هو يعني تم بها صنع او بناء الاهرامات كيف نقلت كالت يعني كيف حملت الى الجيزة يبقى عايزين هنا يقول ايه الاهرامات مفرد ولا جمع طبعا الاهرامات ايه الاهرامات جمع بيكلمنا عم حاجة حصلت في الماضي بناء الاهرامات يبقى في الماضي وز ولا وير طبعا هتاخد ايه هتاخد وير لان الاهرامات جمع يبقى وير وبعد كده عايزين التصريف التالت هو اصلا جايبهولي وهو كارد وير كارد حملت او تم حملها كارد رقم سبع بيقول هنا ايه رقم ثماني بيقول هنا وي طن نحن لا نعرف وين بترا بترا هي مدينة البطراء في الاردن نيمت اس وان او ذا نيو سيفن واندرز او ذا ورد عايز يقول هنا نحن نحن لا نعرف متى او امتى يعني ان مدينة البطراء ديت سميت ك احد العجائب الجديدة السبع في العالم يبقى عندي هنا كلمات بترا اللي هي مدينة البطراء عايزين نقول سميت هي مفرد ولا جامع طبعا هي مفرد يبقى عايزين هنا ايه جايب لنيمت التصريف التالت طالما هي مفرد وفي الماضي حاجة حصلت في الماضي هتاخد واز ولا وير طبعا هتاخد ايه هتاخد واز was named يعني ايه على بعضها كده سميت رقم تسعة because of بسبب last week's floods فيضانات الايه الاسبوع بسبب weeks flood الفيضانات بتاعت الايه الاسبوع in india في الهند a lot of houses destroyed كتير من المنازل دمرت مش هي اللي دمرت لا هي اللي دمرت او تم تدمرها المنازل الجمع هتاخد واز ولا وير طبعا هتاخد وير لان هي جمع بعد كده عندي التصريف التالت من destroyed هو اصلا جايبه لي هكتبها تاني زي ما هي لان هي بين قصون هرجع هكتبها تاني يبقى destroyed دمرت او تم تدمرها بعد كده عندنا رقم عشرة in the last 100 years يعني في العشق في المية سنة الاخيرة ونوعات more than 800 species احنا فقدنا واخسرنا اكتر من 800 من الانواع او او الفصائل 800 نوع او 800 من الفصائل يبقى هنا بيقول لي في المية سنة الاخيرة بيتكلمني في الماضي يبقى وي ايه احنا جايب لي هنا الفعل في الاول يبقى انا كل اللي عايزه التصريف الايه التصريف التاني يبقى عايز التصريف التاني من lost وهو lost يبقى احنا كده ايه خسرنا او فقدنا يبقى بدل lost هتبقى lost رقم حداشر ذا كايرو طور برج الايه برج القاهرة نقط designed by ناوم شبيب in 1956 يعني طب تصميمه بواسط ناوم شبيب في سنة الفتسومية 56 56 يبقى عندي هنا ذا كايرو طور البرج مفرد ولا جامع طبعا البرج هنا مفرد طيب ما هو جايب لاز بس هو بيقول لي in وسنة ماضية يبقى جملتي مبنية للمجهول في الماضي يبقى ذا كايرو طور البرج ده صمي ما هو جايب لي هنا التصريف الثالث يبقى بدل اس هتبقى ايه was والتصريف الثالث هو جايبه لي اصلا هنا designed يعني صمي ما او تم تصميمه رقم اتناشر a tree was not by the farmer عايزي يقول لي هنا a tree اللي هي الايه اللي هي الشجرة was plant عايزي يقول زوري عاد بواسطة ايه فارمار بواسط ايه المزارع او الفلاح طيب عندي هنا الشجرة هي اللي زرعت لا هي اللي زرعت تم زرعتها يبقى بعض واس عايزين ايه عايزين التصريف التصريف التالت التصريف التالت من بلانت وهو ايه من الافعال المنتظمة بينتهي بال او الدي يبقى بلانت يعني زوري عاد بواسطة من الفلاح رقم 13 اللي هي الاول الالعاب الاولمبية عقدت في سنة سبعمية ستة وسبعين ميلادية يبقى الالعاب الاولمبية عشان هي جامعة فجاب لي معها وهولد يعني يعقد عايزين التصريف التالت منها التصريف التالت من وهو يعني عقدت هذه الالعاب الاولمبية عقدت في سنة سبعمية ستة وسبعين ميلادية يعني عقدة او تم عقدها رقم 14 المؤط عايز يقول هنا العربة يعني سحبت يعني تم سحبها او تم جرها بوسط الحصان يستردي بالامس يستردي من كلمات الدلة على الماضي يبقى هنا جملة مبنية للمجهول بولد جايب للتصريف التالت لكن في زمن الماضي وهنا از مضارة عايزينها في الماضي هتيبقى ووز هل العربة جررت او سحبت بوسط الحصان يستردي يبقى في الماضي ووز رقم 15 اللي استخدمت يبقى انا عايزة التصريف التالت من يوز وهو يعني ايه المادة الخام الغير طبيعية او الغير عادية اللي تم استخدامها لبناء صور الصين العظيم بعد كده عندنا هنا تدريبات على الدرسين التالت والرابع صفحة 39 بيقول finish the following dialogue كن بانهاء الحوار التالي او الصف ده بيكون مهم جدا بيعرفني المحادسة بتتكلم عن ايه بيقول هنا رانا ان سما ار تاوكين ابوت السوري رانا وسما لاثنين تاوكين ابوت يعني يتحدثان عن السوري بتتكلم مع بعض عن ايه عن قصة رانا بتقول لها what are you doing ماذا تفعلين سما اتلا I am reading السوري ده انا بكرا قصة رانا بتسألها سما اتلا it is about arabic telling the story of his life ده عن ارنب بيخبر قصة ايه حياته الارنب بيحكي قصة حياته يبقى القصة دي عن ايه ماذا عن اسمها وطباوت يبقى هنا ما او ماذا يعني what و it is انا طبعا ايه تيقصد بها اللي هي القصة يبقى what is the story about بتسألها القصة ديت عن ايه اتلاها عن ارنب بيتكلم عن قصة حياته فهنا السماء بتقولها it is about a rabbit telling the story of his life رانا بتسأل سماء تلاها no animals can't talk الحيوانات لا تستطيع ان تتحدث ما بتقدرش نية تتكلم but this is only a story لكن دي فقط يعني مجرد قصة فهي هنا طبعا هتقولها هي الحيوانات بتقدر تتكلم يبقى هنا طالما جاوب اللي بيسأل نو يبقى هنا السؤال بها هناخد الفائد المساعد عندي من الاجابة يبقى كان يعني هل تستطيع كان هل تستطيع الحيوانات بعد كده الفعل في المصدر ان تتكلم يبقى كان هل تستطيع الحيوانات ان تتكلم لا ده فقط دي قصة يعني مجرد قصة رانا بتقولها دي هل هذا يعني بيعيش ايه بمفرده او وحيدا بيعيش يعني لوحده من القصة اللي انت قررت ايها دي هو عيش لوحده سماء ردت عليها فرانا بتقول لها هي هاز افام لي معنى كده ان عنده عائلة يبقى هنا عيش لوحده ولا لا يبقى لا هنقول هنا ايه لا وبعد كده هتقول لها هنا اللي هو ذات رابط على الارنب يعني هنعوض عنه وبعد كده في النفي هتبقى ديدن نوع ديدن لا هو مش عايش لوحده معنى كده ان عنده عائلة هل ان القصة ديت بيكون لها نهاية سعيدة او كانت النهاية كده سعيدة بالنسبة للارنب سمأت لها حاجة فرانا بتقول لها اعتقد ان هي كانت قصة مدهشة او قصة رائعة يبقى هتقول لها عاش بسعادة هتقول لها هايس نعم يس وبعد كده ايه بتسألها ديت ذا ستوري ان هنهاية القصة دي كانت يعني سعيدة بالنسبة له هتقول لها يس ايه يس وبعد كده القصة اللي هي ات وبعد كده ديت هتنزل زي ما هي ات ايوة نهاية القصة كانت سعيدة امتهت يعني بسعادة فهنا رانا بتقول لها اعطاك ادهي قصة مدهشة ممكن ان انا استعير ممكن ان انا استلف هذه القصة عشان ان اقرأها طبعا هتقول لها نعم بالطبع او نعم بالتأكيد يبقى يس نعم كومان اوف كورس نعم بالطبع جاب لي بعد كده الجزء الخاص بي الكراءة باستخدام كلمات من القائمة التالية جاب لي كلمات بابدأ ان انا اوصف هذه الكلمات داخل النقاط في النص بتاعنا جاب لي ست كلمات انا فقط هاختار اربع كلمات منهم بيقول لي هنا ايه الحيوانات بتعيش في مواطن او في بيئات يعني مختلفة بتعيش داخل او في بيئات مختلفة هذه البيئات بتكون ايه بطريقة جيدة طبعا محفوظة البيئات دي محفوظة بطريقة جيدة يبقى بتكون يعني محفوظة كده بطريقة جيدة يبقى محفوظة بطريقة جيدة هذه الاراضي العجبية اللي هي البيئات يعني العجبية بتكون للحيوانات مثل كط الكراكول بقى بيقول مين هنا هي اللي بتكون هم يعني بتكون هنا موطن لأكتر من ايه لأكتر نصف الحيوانات الموجودة في العالم لأكتر من نصف حيوانات العالم الموطن لأكتر من نصف حيوانات العالم وهي طبعا رينفورست الغابات المطيرة رينفورست الحيوانات المطيرة كامل هنا بيقول لأيه سي نقط ايه البحري live in the sea بيعيش في البحر they come to land بيطلعوا كده لأيه بيطلعوا كده لليابس to not their eggs عشان يضعوا البيض يبقى هنا يقصد من السلاحف البحرية السلاحف وهي كلمة تيرتلز السلاحف البحرية سي تيرتلز السلاحف البحرية live in the sea بيطلعوا لليابس to not their eggs عشان يضعوا البيض بتاعهم يضعوا البيض وهي lay to lay لكي يضعوا البيض بعد كده جيب لأسرة الاختيارات بيقول هنا السور رقم واحد places on the map places اللي هي الأماكن الأماكن على الماب على الخريطة الأماكن على الخريطة seem تبدو to be near تبدو كأنها تبدو وكأنها قريبة but they are really remote لكن في الحقيقة يعني هي بتكون بعيدة remote يعني بعيد كلمة remote means كلمة بعيد تعني المقصود بيها إيه اللي بتسويها في المعنى عايزين كلمة بعيد وهي يعني بعيد يبقى remote بتسوي كلمة for بعيد رقم اتنين ويوز the prefix إحنا بنستخدم البادئة البادئة حروف كده بتجيلي في بداية الكلمة to make the opposite عشان نحن نجيب opposite عشان نحن نجيب العكس of happy من كلمة إيه نجيب عكس كلمة سيد نجيب هنا في البداية حروف إيه هنجيب un عشان تبقى unhappy unhappy سعيد بعد كده جيب لي هنا صفحة 40 والسؤال رقم الثلاثة بيقول لنا محمد صلاح is a popular football player محمد صلاح بيكون لاعب كرة قدم مشهور أو معروف the synonym of the word synonym وهو المراضف أو المعنى من كلمة مراضف أو معنى كلمة popular is يعني إيه اللي بتسويها في المعنى كلمة مشهور ديت إيه اللي بيسويها في المعنى طبعا كلمة برضو بتسويها في المعنى اللي هي كلمة إيه كلمة مشهور بعد كده رقم أربعة عمر is nice to علي عمر ده لطيف مع علي this means إيه ده معناه أو يقصد بالكلام ده هي نقاط همول إنه هو بيعمله كويس أو بطرقة جيدة كلمة يعامل يعني يعني إنه يعامل يعامل مين إنه هو بيعمل عالي بطريقة جيدة رقم خمسة أو النقط is something that people travel in بيكون عبارة عن شيء ما الناس بتسافر فيه أو بداخله that is pulled by يجر أو يسحب واسطة الحصان إيه الشيء للنسب تسافر فيه والحصان هو اللي بيجر أو بيسحب طبعا يقصد هنا اللي العربة القر وهي كارج اللي العربة رقم ستة بيقوله النقط means to damage something so badly that you cannot repair it معناها أو المقصود بيها damage يعني يدمر أو يطلف شيء ما شيء كده بيتم تدميره وإطلافه so badly بطريقة سيئة سيئة جدا that you can repair it لدرجة أن أنت لا تستطيع repair يعني يصلح ما تقدرش أن أنت تصلح هذا الشيء أو تصلح ومعنى كده أنه حصله تدمير معنى كلمة يدمر وهي destroy معنى كده أن الشيء ده حصل أنه تدمر أو تم تدمير ويبقى معنى كلمة يدمر أن معنى أن حصل تلف للشيء ما لدرجة أن احنا ما نقدرش نصلحه وتدمر تماما destroy يدمر عايزني هنا بعد كده بيقول لي ايه اكتب عن قصة قصيرة you have read انت قردها recently حديثا قصة انت قريها حديثة قصة قصيرة وتام الجواب في نهاية الكتاب وكمان ان شاء الله أقدم لكم أهم البرغرافات الهمة والمتوقعة لمنهج الصف الثالث الاعدادي اشتركوا في القناة